أستاذ نيكولاي تتحدث عن ضرورة حماية الفلسطينيين وسط كل هذا الجنون كيف يمكن تحقيق ذلك برأيكم وسط المعلومات عن استعداد إسرائيل للغزو البري وسط عجز الأمم المتحدة التي اليوم لم يستطع مجلس الأمن أن يتبنى مشروع قرار كانت أعدته إسرائيل وقامت روسيا ببعض التعديلات عليه ووسط استفاف الولايات المتحدة ودعمها المطلق لإسرائيل إنه لمخيبا من الآمال أن نرى ما الذي حدث في مجلس الأمن اليوم لأن هذا يعد إهانة لقانون الإنساني الدولي هناك مقاربات مختلفة لمساعدة المدنيين في غزة أولا لابد من وصول المساعدة عبر معبر رفح إلى غزة ثانيا خيار المناطق الآمنة في منطقة الجنوب من غزة حتى بحيث يتم سماح لكبار السنو والأطفال والنساء المرود ثالثا لابد لنا أن نضمن أن إسرائيل تسمع هذه الرسالة وهي حماية المدنيين في ظل العملية العسكرية وأن يتم التمييز بصورة واضحة بين العسكريين أو الميليشيات الذين يعملون على ملاحقتهم والأبرياء هذه الخيارات لابد من اتباعها خلال الأيام القليلة المقبلة وأنا سعيد لأن مصر تترأس هذه النقاشات ونأمل أن نرى قرارا مباشرا في فترة قريبة كل هذه الأمور قد تكون مجرد إجراءة مؤقتة الحل الأصلي يجب أن يكون حلا سياسيا في غزة ولابد لنا أن نعود للأجندة السياسية وللفكرة أنه لابد لإسرائيل وفلسطين أن يعيشا من خلال دولتين بسلام هذه المناقشات لا يمكن عقدها مع إطلاق المدفعية والسلاح لكن لابد لن نفكر بما سوف يحدث في عقاب القتال لن يكون هناك فقط مسألة حديث عن إعادة العمار بل عن آلية للحكم لإبقاء أهالي غزة بأمان وأهالي إسرائيل بسلام وتقديم بعض الأمل للناس في غزة لأنه ما نراه على مر السنوات في غزة فأنه الآن الناس قد فقدوا الأمل وليس هناك اختراقات للقانون الإنساني الدولي فبات الناس لا يجدون أي مغزى أبدا للحياة ولسوء الطالع هذا الأمر يشهكل الأرضية للتطرف هو لتعاطي الناس مع هذه المسألة من خلال تبنيهم آيديولوجيات متطرفة لهذا السبب لابد من حماية كافة الأطراف لذا كما قلت لابد من النظر بجملة من الخيارات في الأيام المقبلة لكن الإجراء يجب أن يتم فولا حماية المدنيين ولا بد من استمرار السلم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات